قدر الأندية الكبيرة دايماً حقيقة أنها تكون الرافض الأساسي لمنتخباتها الوطنية وده زي ما شوفنا طبعاً وما كاملة تقدير طبعاً للسد القطري والهلال السوداني يبقى أنه الأهلي كمان بمشواره وببطولاته وبحجم مشاركاته على كل المستويات محلي قاري عالمي هو يمكن يكون أكثر الأندية مش عايز أقول متضررة ولكن بتتأثر سلباً نوعاً ما طبعاً من نتيجة غياب لعابتها لفترات طويلة خصوصاً مثلاً وانت بتتكلم النهاردة يعني لا الهلال عنده ارتباط دولي ولا السد عنده ارتباط دولي لكن لعيبة منتخب مصر لعيبة منتخب تونس لعيبة منتخب المغرب بدر بنون يعني بتكلم على بدر بنون وعلي معلول هيجم البطولة دي إن شاء الله بإذن الله عشان يكونوا على معاد مع بطولة مهمة جداً بالنسبة لنادي الأهلي وهي سوبر أفريقي اللي بالمناسبة الكاف رفض طلب الرجاء البيضاء كلمت حضراتكم مبارح إنه كان فيه طلب رسمي تقدم به نادي رجاء المغربي عشان يطلب من اتحاد الأفريقي إنه يأجل بطولة السوبر لكن النهاردة الكاف بيأكد إن البطولة هتتلاعب في موعدها وإنه تم رفض طلب الرجاء البيضاء طيب بمناسبة كلامنا على البطولة العربية وهي الحقيقة بطولة وبعيداً عن اللقب وبعيداً عن المنافسة الحقيقة كارنفال عربي أكتر من رائع منظر الجمهور روح الجمهير في المدرجات حالة الود اللي موجودة يعني مفيش تقسيم بتشوف مبارح شوفنا مشجعين جزار جنب مشجعين مصر وكله بيحتفل وكله فرحان حتى رغم سخونة المنافسة بطولة أظهرت الحقيقة مظهر أو ورت مظهر مشرف جداً للكرة العربية على مستوى العالم ومناسبة بقى مواجهة منتخب الأردن السيد محمد سمارة عضو مجلس إدارة تحاد الكرة القدم الأردني ورئيس باعثة الأردن في قطر اللي بتشارك طبعاً واللي هتواجه منتخب مصر في دولة تمانية هيكون معنا من خلال الاتصال هاتفي الوقت يا أستاذ محمد مساء الخير مساء النور أستاذ أحمد أهلاً وسهلاً بيك شكراً إليك وشكراً على الإستضافة لبنات الأهلي كل الشكر لحضرتك طبعاً لأهلي حبيب الشعوب العربية كلها أنا عارف أنه طبعاً في قاعدة وجمهرية كبيرة جداً هذه الأهلي خليني في بداية أبرك لك مرتين المرأة الأولى على المظهر القوي الحقيقة اللي ظهر بيه المنتخب الأردني في بطولة فيفا كاسا العرب والمباركة الثانية أنه المنتخب الأردن الشقيق طبعاً تأهل عشان يكون واحد من التمانية الكبار فألف مبروك الحقيقة للكرة الأردنية الله يبارك بعمرك سيدنا ومشكور على المباركة وكمان بمبارك للمنتخب المصري على التأهل والأداء القوي اللي ظهر عليه في الفطولة الله يبارك في حضرتك بداية قبل ما أدخل في التفاصيل خلينا أسألك تمنتوها مواجهة أردنية مصرية أو مواجهة أردنية جزائرية بصراحة صايد الشخصي تمنيتها مباراة أردنية مصرية لأنه بحكم القرب من أخواننا المصريين أكثر وبنعرف عن الدور المصري أكثر وبنعرف عن لعيب المنتخب المصري أكثر فتقريباً المنتخب الجزائري مجهول أكثر بالعكس المنطخب المصري وظهر بالمباراة مع الجزائر أقوى من الجزائر ولكن اللي بتعرفه بحب تلعب معه أكثر وحتى يعني فائدة فنية للشباب الموجودين لأنه مثل ما أكيد بتعرف منتخبنا اليوم بعد عودة الكابتن عدنان حمد بعد 6 سنين بحاول رجعته للمنتخب الأردني بحاول يرجع يعمل توليف جديد اليوم بين الكبرة والشباب صح في نقص كثير من اللاعبين اليوم بالمنتخب الموجودين ولكن قاعد يحاول الكابتن عدنان حمد يجمع بين الكبرة والشباب ومثل ما بتعرف حتى منتخبنا بعاني حتى بالبطولة 23 لاعب اليوم عندنا 5-6 غيابات يعني الخيارات بين 16 و 17 لاعب فإحنا لا بالعكس يعني كنا أنا يعني على الصعيد الشخص كنت حاب نلعب مع مصر وحتى يعني لما تلعب مع منتخب مصر فيه يعني سمعة كبيرة للمنتخب الأردني وسمعة كبيرة للاعبين أنه يلعبوا مع جدوم المنتخب المصري والدور المصري والاحتمام الإعلامي الكبير من قبل الإخوان المصريين اللي يقاعدين هون كمان بشكله يعني بالمباريات أشياء رائعة من الجماهير ومن الإعلاميين فإحنا حتى تسليط الأضواء بين المنتخب الوصري والمستخب الأردني الآن يعني فيه تسليط أضواء كبيرة جدا بالبطولة خليني أكلمك على البطولة ككل إزاي شفتوها في الأردن وإيه تقييمك لها لغاية اللحظة بالنسبة للبطولة بطولة لأول مرة بيكون بالمستوى العالي من حيث المنتخبات من حيث الأداء من المباريات القوية التنظيم الملاعب الموجودة الشغل اللي بيصير بخطر الصراحة صعب بطولة ثانية من كأس العرب أن نكون بنفس التأتيب والتنظيم ومشاركة الدول صراحة تنظيم قوي مباريات مثل ما فالضبس بتقرب الشعوب اللي خربتوا السياسة تتمعوا الرياضة فعلا شفناها بالتروحة مثل ما حكيت عن الجزائر ومصور مبارح كانت مبارات الأردن وفلسطين فكان كل استجدير مشترك عندما الأردن تجيب القول كل يفرح وفلسطين جابت قول كل فرح فالحمد لله خرجنا بكثير ميزات من هذه البطولة أنه أصبح عندنا دولة عربية قادرة على فلسطين مستوى عالي ومن أفضل البطولات إن شاء الله ستكون كأس العالم قادرة أكيد قطرة وجاهزة وطربت الشعوب فأنا أتوقع في فوائد كبيرة 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 صارت في هذه طبعا طبعا من ترشح سيد محمد المنتخب أو منتخبات اللي شايفها عندها الفرص الأكبر في تحقيق لقب البطولة والله مثل ما بتعرف كرة القدم لا تشبع للمنطق بصراحة ظهر مستوى شمال أفريقيا يعني الفرق أقوى من يعني فرق عرب آفية فبصراحة فرق الجزائر ومصر والمغرب قوية جدا يعني أيضا الفريق القطري قوية جدا بس تعرف اليوم هاي كلها يعني تبدأ المباراة بتدول كل الأفضليات من يقدم الملعب آخر إيش هو راح يقول صحيح عندنا طموح المنتخب المصري قوية جدا عندنا طموح في غيابات عندنا متعددة طبعا لقاء أشقاء الحقيقة نتمنى يظهر بأفضل صورة ممكنة زي ما شفنا في كل المباريات البطولة تفاصيلنا في السادسة كتير وعندنا موضوعات كتير منها طبعا شامبيونزيج النهاردة والكل الإيطالية وبالتأكيد تغطية لمواجهات البطولة العربية بس اسمحونا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية على شاشة الأهلي في السادسة